لا صحة لوجود عجز في المعروض من الأرز بالأسواق والمنافذ وبيقولونا إن الرز موجود في كل حتة بس ما قالوناه في كل حتة بكام يعني قالوناه موجود في كل مكان لكن ما قالوناه في كل مكان بكام والرز اللي بيتقال عليناه هو رخيص ده تقصد المكسر ولا تقصد درجة ثالثة ولا تقصد ايه ما قالوناه برضو في الخبر وفي الخبر كمان بيقولوناه حاجة أنا شايفها إن هي مرحلة من مراحل العجز إن أنت بتستورد رز إحنا الحكومة المصرية بتستورد رز عشان تعمل توازن في السوق وتخلي اللي مخزن رز يطلع يعني أنت مش قادر على التاجر ومش قادر على المزارع ومش قادر ومش قادر بلاش المزارع للأمان المزارع ده أضعف حلقة في البوضوع لكن التاجر اللي هو بيخزن رز عشان يبيعه بالغالي وعشان يستغل بني وطنه ويستغل شعبه عشان يحقق صروة كبيرة جدا والناس معروفة والأسامي معروفة والشركات معروفة وتسأل على الشركات الكبيرة بتلي كان بتجيب لنا الرز وأساميها حلوة هم راحوا فين يقول لك ما نعرفش طب مين بقى أصحاب الشركات دي مش عارف فإحنا دلوقتي بيتقال إن هينستورد رز عشان نعمل توازن في الأسعار تما كان بالأولى إن إحنا نشوف مين الناس اللي بتخزن الأسعار ولا إحنا مش قادرين عن الناس اللي بتخزن يعني طول عمرنا الرز بيكفينا طول عمر مصر الرز بيكفيها بيكفيها الرز بيكفي نحن كنا بنصدره وقفنا موضوع التصدير ده فليه الرز؟ اشمعني يعني الرز؟ اشمعني لما حصل تضخم والأسعار وبتاع الرز مش موجود ولا الناس مش عايزة تبيع بالرخيص وعايزة تخزن وتبيع بالغالي يعني أنا بشوفوا إن مرحلة من مراحل الضعف لوزارة التموين لكن هو الخبر بيقول كده بيقول إن مصر اللي الرز بيكفيها هتستورد رز وحط كده أو اكتب جنبها كده وعجبي اشتركوا في القناة